بمكون واحد اختي كنا نرميه كل مرة اخدينا والسهل كنا البرتوقال واللي هم مقوشور الليمون اختي اتداء من اليوم ونرميهم وانما سوف نصاب بهم وصفة تحفة غنية فيتامين سيلت ويدرجيلات علاج تسقوقات وتسبوغات والبهاق نمشو الكلاف كما نقول رجلي اللي كلهم في الحين عمرين بالكحولية مشقين حالتهم حالة اليوم غرجعهم ان شاء الله كيبري وكيش عالو بالبيوض وبالنقاوة بموحد المكوين اللي الاغلبية فينا يا البنات يعني كنا نسهلكوا فيتامين سيل ليمون الماندالين ولكن كنا نرميه كل القشرة لي الاسف ما كان سهلكوا ما كان سهلكوا ما كان ستخدموا في تجي حاجة فاليوم اختيغن تقتجي معك وحالة حيلة زوينة بسيدان مليوم موقعتش غطر ملي هاد القشرة سدي الليمون غوثات لي اقتصادية سهلة وبسيطة مندو اول استعمال مشاء الله اليها كتعطي النتيجة فاللي غنقول لكم غازلاتي هو تشجعونا بالليلايك ديلكم باش مكتر سوم ليلايك باش مكزيدو تشجعونا واس افنسوا بينا القدم نهلي خطيكم اليه غازلاتي وكذلك الاشتراك ديلكم في القناة تهوك يهمنا يعني باش ماشتركوا باش مكسبقوا تتوصلوا بالاشعارات و باش مك يبقى ينزل لكم الجديد وخليلي اوحد الكومنتاغ دعيوا رحمة الوليدي الكلمة الطيبة اي حاجة صخك بها الله اختيغليها في الكومنتاغ مرحبا بكم يالله معانا باش نتعرفوا اللي هم بكوينة هاد الغوثات طريقة ديال تحتر ديالها الاستخدام ديالها يعني اللي ديتها ان شاء الله كاملين غاتين بقطع جيهم معكم ديال هاد الغوثات هادي واللي هي القشار ديال ليمون ولا القشار ديال البرتوقال اللي تبيض بشرة الجسم وكذلك خصوصا الرجلين يعني فيتامين سيرك بيد رجلي اللي دين ايا باقتي ولكن احنا خصوصا البنات اللي يقولوا ياختي رجلين في هاد شتاو في هاد البرد رأ زادوا تتفلحو زادوا نشفو زادوا تيبسو زادوا أختي ولاوا فيهم جميع المشاكيل ولاوا فيهم اختي في هاد البرد ترطبوا بكل ليلة اقتصادي وزوين على بركة الله غزالتي اول حاجة نحتاجها هي القشرة الليمون انا هنا عندي الماندالين ممكن تخدي الليمون الكبير ليمون صغير الماندالين اللي عندك دبوقت الماندالين في هذا الوقت الشدب والبرد كان ناخده انا بزف كان نسلكه صراحة انا ولداتي يمتاز بزف دي العناصر الغذائية ومشاء الله علي متعدل استعمالة هاد فيتامين سي هذا فانا غادي ناخد ان شاء الله وحد الليمون غادي نحكا وغادي ناخده مكوينة ثانوية واللي هما كذلك ان شاء الله لانشاء و لادرة او ما يعرفها البنسبة المايزينة ممكن تعود يا غيب تقاقي لما عندك ش انشاء انا كنحاول دائما فلغوستها البناث اللي كان بقتاجي معاكم سهل لكم باش هكذا ما نصعبش عليكم المقادر باش هكذا كل شي تلقى واحدة عينيكم كما قلنا لبنات نشاء و لادرة و للمايزينة و كذلك ان شاء الله غا نحتاجه الخل و الخلي دي ما انا كنخدم به و كنعشقه و كنحمق عليه و خل ما ايد الملون موساند رسمي ديالي هادي قرعة صغورة و هادي الكبيرة لبنات ري الله اتقادت لي واحد القرعة غير دابة و بشي تاني خديث واحد القرعة و اخر لانه صراحة ماشاء الله علي بزاف يعني زوين بزاف 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 صراحة و بالنسبة للتوريض غا نحتاجه الفلفلة الحمرة و الناس اللي قد قولي اينا نوعية كتخدمي ولا شركي معانا نوعية الفلفلة فانا غا نوضيها لكم دابة باعتيا الناس هادي ركا نجي مشكشقة بالحمورية باش عارفوا راديك المزيانة شوف اختي اللون دياله كيفاش دير شوف غاف البلاستيكة كيفاش تسبغات بدك اللون الحمر يعني هاد اللون هاده هو اللي كيحمر ليكم رجيلات ديالكم يعني بزاف بنات يقولوا لي را كانت لقوا مع صحباتنا و مع ابنت يقروا معانا في المدرسة ولا في لسه ولا هاده مش كنسولوا مالذك الرجيلات سير ديال ذاك اللون ذاك الغوز بابي في القديمات تيقول لك اختيم عند الله ولا تشي حاجة يعني ما كيبغوش يشاركوا معاكم السر فلا ليحوزكم غازالتي انا مبغتاجي معاكم جميع الاسر بلا ديتا ان شاء الله ديالهم فكيما قلت لكم غازالتي هذه الفلفلة الحمرة الحلوه هدي مش الحارة لانو كان الحارة كان الحلوه كان بزاف ولكن هديها لبنات غير الحلوه العادية هذه غازالتي زوينة بزاف ما شاء الله عليها رائعة جدا في توريد القدمين وتوريد الرجيلة يعني زوينة وبزاف ما شيش صراحة غير شوية فقلنا لبنات نشا قلنا لفلفلة الحمرة قلنا لخل قلنا لقشر ديال الماندالين او لقشر ديال ليمون وغادي نحساجون ان شاء الله ساشي وحدة ديال الخميرة ديال الحلوه اي نوعية عندكم بتحضير الخليج لشيش صاخر أبيضا بيتنجحون ببنات بسيطة بيكاربونات صودا بيكاربونات صودا نفلي فاغماسي ملحوانة العطارة في ممشي تلقيها ساعد ملي 5 درم لكي تلقي البيكاربونة فالمهم لكي حرية الاختية وعلى بركتي الله نزول طريقة تحضيره نبدو قوة الحاجة بالقشيرة بالمكوة الأساسي اللي هم القشيرس ديال البورسوقان مهم في ممشن حلقة اضفة ملق شرس الماندالين الاختي تحضير بي من بعد اتخذي ليس أحد الاحلوى الي نوعية الساشة تحضير بها كنت تبدأ جمعي اختي بالخل بحلقة نبدأ نجمعه نجمعه مزين مزين من بعد ما كنديرو ديك الساشية و القشر ديال الماندالين محكوك غادي نخدم معاكم الوصفة بالفلفلة الحمرة يعني يكد في الفلفلة الحمرة الكيميال اللي غا تنسبك شوفي انتي على حسب الكميال اللي بغيتي انا ديما كندير معيلقة عامرة صغيرة ديال الفلفلة الحمرة نجمعه نجمعه بحلقة ونضيفه لبنات كمية ديال النشا و لادرة او ما يعرف بالميزينة بنسبة للنشا او لادرة كمية ديال النشا و هي اختيارية شوفو انتم الحاجة اللي غا تسلكم رأيي اللي غا تخدموا بيها مو يبدأ بغا نضيفه ديما المساند رسمي لبنات ديالنا هو الخل الخل كي قرط رجيلة كما تلاحظو على الخل و كما معروف على الخل كما تحصل لنا و يطهر لنا و يعقم لنا الجاج كيف يرجعو فما بالو كان جسم الانسان ما شاء الله علي ما يخلي زفورية ما يخلي هادشي بالنسبة لما تحال الجاج و اللوحو اما الجسم ديال الانسان را يرجعو ما شاء الله صافي ببيض حليب ويحاولو ديما تجمعو دوك المقادير و خلطوهم و عودوه ويمكن زيديما كيفية الكمية كيفية الكمية حتى يتجنسوا لنا هاد المقادير لانه لما تجمعتش لك الوصفة را مكينتش حاجة اخس هاد جماع و يتجنست كل شي هاد الشي عاد من بعد تصفي هناك تصبح الوصفة واجدة ما عليك الا استخدامها او تطبيقها انا ما اتجنسها سائلة بزاف شوفوا قاوم لي هو شوية عاقل إذا أردتها جارية تزيد كمية الخل هناك عينك ميزانك إذا كنت تفضلها بقوة مسائل تزيد ديما شوية الخل كنت تفضلها بقوة معادي فتخدمي بقوة معادي بالنسبة للمصفرها سهل من السهلة شاهدوا ما شاء الله غير اللون دياله كيف يشهد هنا في الكاميرا مات يبنش وحتى في هذه الزلفة مات يبنش مزينا ولكن الحقيقة واحد اللون حمر يحمقها البنات فاللي عليك دابا أختي هو تبقي لي الوصفة على الرجلس ديالك بجوجهم توجي ديبعد واحد الميكا ولا السلوفة لما عندكش الميكا ديالي غي السلوفة وكل رجلة غدهنيها بهذا الوصفة مزيان مزيان وغتلبسي لها الميكا خلي الميكا تعرق ما بين خمسة تل أربع ساعة حيدي ديك الميكا خودي شي محكة وبدأ يختي تحكي وتفرقي ديك الرجلين غا تحسي بالوسخ وغا تكون غير الباح ولا غير داك النهار نيس أعفتوا واحد الوسخة يخرج جلد الإوزة والوسخة أعفتوا واحد الوسخة يا الابنس را الله مبارك را الله مبارك الابنس في الوصفة را ما شاء الله را تخرج ليك الوسخة تخلعوا فمن بعد أختي ما تخرج ليك الوسخة وتحكي وعني كما كان قوله تفرقسي ليدوك الرجلين مزيان مزيان وغسليهم وشفيهم وده بغا نبغتاجي معك السر اللي بالسفت اللي بناسك يسولوني اللي تيقولوا لي أختي را كان ديروا الوصفات ولكن شي حاجة نبقى ونرتبوا بها الرجلس ذينا كل اللي لقب النوم فأحسن حاجة نبقى ترتبي بها الرجلس هو الفازلين ديال الحامد ديال 5 دراه أحسن حاجة يا البنت في العالم كله إلا بغيت رجلت ديالك يبقى زوينين لفصل الشتعة لفصل الصيف هو الفازلين ديال 5 دراه كل اللي لقب النوم كتلبسيها مع تقشرات كتدهنيهم مزيان مزيان لبسي لي تقشرات وارا برعا اختي تناسي لي وترتاحي بعينك مغمضين نهار لاخر تحديد تقشرات لبسي سندالة لبسي صابو لبسي دك الشي اللي حبس خاطر كي بنقي حمقوا بلما تغسلين وبلما تشي حاجة عب سويا المثل بغيتوك تديرها كل نهار را رجلت ديالكم بميرات وحق الله العظيمة البنات سر ديالرجلت ديالي أنا الشخصيين البنات كل نهار الفازلين كل اللي لقب المنس تحمق كذلك البنات هذا عندكم هذا 5 دراهن و هذا البنات تاوب السيترون أو لبل حامض كسلح الشفتين كوعي المرفيقين هذا و هذا هذا بجوج غير هذا القوام تقيل و شوفوا شخص حلوة و ما زرها تقادل هذا الجوج رأي الله أخذتهم و أكملتهم هالول هالثاني هالثالث تبارك الله ضياغا و هذا القوام يأتي قريبا يأتي قريبا أكثر يجيب أن تحسب تلتجب الصمي يتحسب الرجلات يجب أن يتحسب طيبة و نتجيب يمكن أن يتحسب يحسب هذا و هذا يجب أن يتحسب شفتين يعني طب طبي شوية في الشفاتين خصوصا لنضلك فيه الحبوب ولا كتحسي بحل المفلحين الشفاتين ديالك ولك حلين ونزرقين ولكن مكان واختي ديلي ليهم في الليل قبل ما تنسيغل شوية وردي علي الخبار اللي دي دات ديالك ناشفين لغسيل مع المينة الشابل احنا عارفي اللي بخدوه اللي كنخدمو بهم في هكذا في لغسيل اللي احنا العيالات بسافعة عامة فلي دي دات الكوعين لبقتي انت مثل ولدات صغر ممكن انت بطبي حتى شوية الوليدات ديالك صغر لرجلات ديالهم ولمرفقين ديالهم كل شي يعني ما شاء الله واحد الغزولتة اللي هي الخيال العلمي هاد شي اللي كنا لبنت وده بغ ندوز مباشرة لسان باش نطبق معكم لسا بس شوفوا القوام ديالك كيفاش دير مهم حبيباتي ديالك حبيباتي هانتوما وكتخلي ولدخلي البلاستيكة يعني تذيجر فوق منها للميكة والسلوفان وتتخليها فرجلات ديال كيما قلنا لسان دقيقين ساعة ومن بعد كتتحديد ميكة وكتتخذي محكة ديالكدان وليش حجراها كدا شوية كتكون حرشة وحكيي بها قدام كماشي بشرط محكة تلتطيق الامر لن تضيع المنذالين لن تصدقه على المنذالين لأنه يكون المنذالين في هذا الوقت تمتلك المنذالين فهذه الطريقة تأتي الغزالة ترى الوصفة اليوم تتحيييها الميكا تتحكيها وتغسلها توريدا من 40 ساعة من بعد الابنات يريدون يريدون الوصفة فتخذي هذا الفازلين ودخلها فلفل الحمرة ودخلها ودخلها خلطيه جيدا ودخلها ديما كل نهار يبقى في رجيلات هادي هي لاستيس ولا هذا هو الحل اولا اخودي الفازلين ودخلها بعد رشات ديال الحمر وخلطي كل شيء تهيي كي يخرج الفازلين بلونه حمر مهمتش اللي كان لبنات وصحة وراحة وهادور اسرار ديال اللي سوين اللي كيتخدموه في رجيلات في الصالونات اختي هاي فبصحتك وراحتك متنسيناش عافك اختيام واحد لايك وشاركي مرحبا بيكو وفعلي ليازالجارس وانطلق معكم في فيديوهات المقبلة بسلام عليكم اشتركوا في القناة